السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدر تتواصل مع الكلم خلونا نبدأ طبعا الان احنا في الهرب احنا ننزل عند التنين الذهبي ونشوف ايش جاب لنا اليوم فنجي هنا ننزل عند التنين كلمة حلو حين عندنا الماونت هذا والماونت هذا غير قابلي المتاجرة فاذا انت مبعدك من قبل بكل لهم اخضر فتكت تشتريهم يجون عندك في الافنتوري وتتعلمهم على طول تمام عندنا هذول الثلاثة قابلين المتاجرة فنشوف من بينهم مش الافضل سعرا عشان نقدر انتاجه فيه لو انت حاب تتاجه فيه مستقبل فخلونا نشوف عندنا اول شي نكتب ميتة نشوف كم سعر بالسوق الان نحط كذا ميتة نشوف والله سعره ميتة الف بس خلونا نشوف كم قيمته 100 داقون كوين صح ما اشوف انه كشي كويس خلونا نشوف اللي بعده نشوف الشي اسمه باتي الباتي هذا ان شاء الله يكون سعره كويس تيتي باتي وين الباتي هذا هو بمية وخمسة وستين الف مرة كويس عند الشي ثمانية وينباع بمية ومستين شي مرة بطل شي مرة كويس وين خلونا نشوف هذا اي ار سي اي ار سي اي ار سي تمام وعندنا هذا الباتي بارضو بثمانين وتبيع بنيو ستين فمر كويس ان شاء الله ان السعر لا ينزع كده انا افكر باني باخذ الحين اثنين من هنا هذولي و اعقص مني ببيح ان شاء الله فخلونا نشوف اشكالهم هذولي بنحط هذا الشي نحط المك رايدر هذا اسمه الميتاهيد نحط كده هنا نيجي عندنا المك رايدر هنا نكتب الليكسيون هتوقع لها مو بحق مو بلكسيون ممكن نقوم بتكلم نضج الكلكنب هنا ميتاه ميتاه اوه في الستور اوكي ان هو شيء من حقاتس الستور و خلوها في شئ ذا هذولي شكله نشوفها الان يعني شكله حلو ويعني بمثل الاشخاص اللي ما عندهم يعني بيكون شيء مري كويس تمام سنشوف الباتي هذا عبوة عن موت اكيد منيجي هنا وين الماونت هات حط اول سنشوف هو تابع ال H اصلا اوكي هذا هو تابع للأشياء الكيوز فولت معناها اتوقع تابع للأشياء الخاصة بشي تتور فنحط عندنا الماونت هنا ايوه اتوقع تابع الأشياء الخاصة بشي تتور ممكن يكون تابع لها بشكل كبير طيب نشوف اللي بعده هذا هو الماونت يا اي اار سي وخلونا نشوف اكتبينا اقول اي ار سي اهوت تابع بالأشياء الخاص باستور يعني شكلها يمكن يكون والله عنكبوت والله حليم صراح steak تمام تمام شيء مر كويس عن كبود ذهري مر كويس طيب اللي حاب يعرف انه كيف يجيب الهد مثلا شخصية نيو نينجا ان الهد حق ذلك القرش او اذا انت تريد اي هد ثاني عندك الستاش بخمسة عشر لقين صحيحنا غالي شوي لكنها تجيب منها الهد هذا الغريب او هنقول الميز يعني الميتة متر مقابل الخمسة وعشرين انا اشوف انه غالي حرام من هنا الافضل انك تروح لمعالم الجهود او تشوف مقطع الخاص بالميتة متر انه كيف تسويه تسوي عن طريقة الصناعة العادية حاقته شيء مر كويس عندك هنا التنين الذهبي اللي هو التنين هذا الجميل انت بشفونه هنا هذا كل اسبوع او خلو نقول كل مرة يدي فيها كل اسبوعين ستجيك تشتب عنده خمسة عشر حبة فتحتاج حوالي شهرين وممكن عشان تكمل التنين بشكل كامل فالان بالنسبة لنا كاسعار اشوف المكرايدة ما يستهلك الان كسعر الان عندك مثلا الباتي شعر مرة كويس فعندنا برضو هذا الارك فسعرهم مرة كويس انتك الاثنين دولي ممتازين مرة للتجارة اذا انت حاب التاجر فالانتين دولي مرة كويس اذا انت حابت تشتريهم الان وتخليهم معك لوقت ثاني بعدين وتبيعهم بعدين برضو سيكون شي مرة كويس لانك لو انتو تحرك هذه وبيعتهم بطريقة هذه سيكون شي مرة كويس فبتستفيد مرة كثيرة صراحة فالتنين الذهبي اللي بيحرص على الموضوع انه يجمع العملة الذهبية اللي فوق هذه اللي اسمها الكيوبيت العملة الذهبية يجمع منك كمية كبيرة وبعدين يجي يدخل على الستور هنا تمام يجي عند قسم الدراغون تستبدل هذه 750 او انك تختصر طبعا انك تختصر خطة لهذه البيضة سيشيل منك كم دراغون كوين الافضل انك تشتم كلهم من هنا اذا ختم كلهم من هنا سيكون افضل بكثيرة مرة يعني بكون مرة ممتاز حلوين طيب كما قلت نعيد ونكرر اذا انت حاب التاجر عندك المونتتين هذول يمروا ممتازات كتجارة ان شاء الله اني انا رح نبيحهم مع رقواح وانا طبعا نفسي رح نبيحهم الان عشان استفيد من الوقت طبعا طبعا ان الافضل مزي ما قلنا انك تصبر اليه يعني رح نقول يروح مدة حوالي سبوعين او ثلاثة بيع بعدين ترجع تبيعهم او حتى شهر وبعدين تبيعهم او ثاني فتطلع منهم فايدة مرة كويسة هذا انا ما ادع انه هل مستقبل مزين سعر ولا لا لكن الاثنين سعر هم مرة كويسة الان حيث المستقبل يكون مرة كويسة فمزين ما قلنا عندك هذا وعندك هذا لا تشتريهم لان رح تتعلمهم مباشرة يا قلنا قابل البيع القط الاصود هذا وعندك المنطاد هذو هل هي اثنين المنطاد هذا جديد على الفكرة مو شيء قديم شيء جديد بما انهم حطين منطاد بره هنا لو شفون حطين هذا شيء جديد زيه ما يتحطوه من قبل وين المنطاد هذك هو هناك هذا شيء جديد فحطوه هذا من قبل الاشياء النكريج جديد في اللعبة اتمنى ان المقطع عجبكم يغطيكم العافية للمتابعة اذا ما اشتركوا في مقطع جديد سلام شكرا 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 شكرا